من جديد تستثبر عناصر داعش الفراغ الأمني بين نقاط قوات البيشمرغ الكردية والقوات الأمنية العراقية لتشن هجمات مباغتة هذه المرة جاء الهجوم على الحدود بين ديالا والإسليمانية وزارة البيشمرغ أكدت مقتل أحد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين أثناء محاولة التصدي للهجوم في قضاء كفري بجنوب مدينة الإسليمانية لتدخل بعدها القوات الأمنية في استنفار كبير قامت على إثره بتمشيط جميع المناطق المحيطة بمكان الحادث من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع القبض على عنصرين ينتميان إلى خلايا داعش في كركوك الأول في ناحية ليلان بقضاء داقوق كان يعمل لدى التنظيم الإرهابي بصفة ناقل وعنصر استخباري والعنصر الثاني امرأة تعمل مع داعش بتوزيع الكفالات على عائلات داعش في ناحية تازع وإلى ديالا حيث انطلقت عملية أمنية مشتركة لتفتيش ضفتي نهر الوند شمال شرق بعقوبة بأطراف خانقيين وذلك بعد رصد تحركات لعناصر داعش في المنطقة ومن الديالا إلى صلاح الدين حيث أطلقت قيادة عملية الحشد الشعبي عملية تفتيش واسعة للقضاء على فلول داعش في سلاسل جبال مكحول وذلك بعد إحباط محاولة تسلل لداعش إلى جزيرة العيث شرق صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر